من ولاية سكيكدة ثلاثة أشخاص ستروح أعمارهم ما بين 29 و 51 سنة اختصى نشاطهم في التزوير واستعمال المزور في الوتائق المطلوبة لملفات طلب التأشيرة وقد تمكنت مصالح الأمن من الالطاحة بهذه العصابة بعد تلقيها معلومات بخصوص قيام أحد الأشخاص بنسخ وثائق إدارية لإدراجها بملفات طلب التأشيرة مقابل مبالغ مالية معتبرة حيث ألقت مصالح والأمن القبض على المشتبه به الرئيسي الذي عثر بحوزته على جهاز إعلام آلي لنسخ جوازات صفر وحجوزات قام بالخارج وكذا وثائق إدارية مزورة حيث تم تقديم المشتبه بهما من موكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ليتم إدعهم الحبس عن جنحة التزوير واستعمال المزور